لائحة الجمهوريين الذين يرفضون مساندة مرشح حزبهم لرئاسة الأمريكية دونالد ترامب تطول بدأت معارضته من داخل حزبه منذ أشهر وعرفت أوجها أو ربما لم تعرفه بعد إثر تسريب شريط الفيديو الذي يتبجح فيه ترامب بسوء معاملته للنساء رفض الدعم تحول إلى مطالبة بالانسحاب بول رايين رئيس مجلس النواب كوندوليسا رايس وزيرة الخارجية السابقة هانك بولسون وزير الخزانة الأسبق ميت رومني مرشح الحزب الجمهوري لعام 2012 جون كيسك حكم ولاية أوهايو ومنافس ترامب في الانتخابات التمهيدية لينسي جراهم النائب عن ولاية كارولينا الجنوبية والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية بين ساس النائب عن ولاية نيبراسكا اللائحة تطول أكثر بكثير من ميشيغن إلى يوتا ألباما كولورادو أريزونا نيبراسكا وإلى الشخصيات السياسية تضم شخصيات اقتصادية وعامة وردة فعل ترامب يحتمل أن لا تعجبوا بهم لأنهم سياسيون لكني أعجب بهم رغم كونهم سياسيين شريط الفيديو وألفاظ ترامب النابية ليست بجديد فقبل أشهر علت أصوات من حزبه ضده إثر انتقاداته والد جندي أمريكي مسلم قتل في العراق ووتيرة التوتر في علاقته بحزبه يطول تاريخها أكثر من طول اللائحة فمنذ البداية اعتبر ترشحه مرحلة وتنتهي وبعد نيله الترشيح حاولوا توحيد الحزب فكانت العلاقة هشة محفوفة بالمخاطر التوحيد كان ظاهريا لم يعالج القضايا الأساسية مثل التجارة والضرائب لبل خلاف ترامب يطال العقيدة الحزبية نفسها لماذا بلغت اليوم حافة الانفجار؟ الخطر لم يعد يقتصر على منصب الرئاسة بحسب إنما على الانتخابات في مجلسي الشيوخ والنواب والتي تجري في الوقت نفسه مع انتخابات الرئاسة ويبدو أن تدهور وضع ترامب دفع الحزب الديمقراطي إلى تعديل استراتيجيته وبالتالي أهدافه وبت سعيه لا يقتصر على السيطرة على مجلس الشيوخ وحسب فمسؤول الحزب الديمقراطي يدفعون مرشحتهم هيلاري كلينتون إلى تعديل برنامج حملتها للترويج للسباق الخاص بالكونغرس والأدهى أن الحزب الديمقراطي ينوي الاستفادة في هذه الانتخابات من لطخة ترامب للحزب الجمهوري وبات تصويب وضع ترامب داخل الحزب الجمهوري يحتاج لأعجوبة أنا مع الحملة حتى النهاية إلا في حال كادت أن تتوقع حالا ما وفي هذه الحال من يبقى مع ترامب غير مرشحه لنيابة الرئيس لكن انقسام الحزب الجمهوري ضد ترامب لا يشكل سابقة في تاريخ الانتخابات الأمريكية هنا أيضا اللائحة تطول وتطال انقساما في الحزبين الجمهوري والديمقراطي لم يكن آخرها في القرن العشرين رفض الحزب الديمقراطي للمرشح هاري ترومان الذي فاز رغم رفض حزبه ولا أولها في القرن التاسع عشر رفض الحزب الجمهوري للمرشح أوليس جرانت الذي فاز برئاسة ولا رفض الحزب الجمهوري قبله لإبراهام لينكون وفوزه أيضا بولاية ثانية